مرحبا إذا كنتوا حضراتكن توسقوا فيني وبتسمعوا كلمتي رح قلكن أنه نحن كل شي مر في البشرية من علوم ومعارف وأفكار وتطور علمي والصناعي ومكل الأنواع ما مش ريف رنك لحد الآن وانت قاعد في مجلس بيجي واحد بدي حاججك بأن شيئا يدل على شيء بإلا البعرة وتدل على البعير والسير ويدل على المسير هكذا قال الأعرابي على فطرته السليمة تعالوا ناقش هذا الكلام بهدوء أولا البعرة وجودها في المكان في الأرض لا يدل على أنهم بعير مر أبدا ليس قطعيا أنه إذا رأيت البعر أنه فيه بعير مر لنفرض واحد في الصحراء كان له هواية بيجمع البعر تبع الأباعر أو مو هواية بده ياخدوه يجففوه يستخدموه للوقود مثلا كانوا يوقضوا عليه هذا الرواس كانوا يعملوا منه جلة الناس عنا يعني في بلادنا جلة هيك راس طب شو يعملوه يوقضوا فيه يعني للنار وهذا حطهم بخرج سبع الحمار وراح ياخدهم على البيت باعرات اللي يلمون هو جمعون وياخدهم على البيت في طريق معين فصاروا للخرج مبعوجي ويهر البعر منه وماشي لوصل على البيت فهون هذا درب البعر لا يدل على مرور بعير ثانيا الآن أنت هاي اللغة تستخدمها عيد تستخدمها الآن يعني أنت إذا قاعد مع ناس أجانب أو يعني مثقفين أو سويسريين ألمان دانيماركيين شلو منك ترجم لأن البعرة تدل على البعير أنت كمان دك تقنعوا بالحجاج تبعك يعني بدأي لك شو البعير قبل مو قبل شو البعرة شو البعير بدأك تقول له هو الجمال بيقول لك شو هذا الجمال أنا سمعان فيه بس ما أنا شايفه وبعرته تدل عليه يعني ما بيفهم الحالة أو السالفة ومو بس هدول يا رجل ولادنا نحن هلأ وأحفادنا ما بيعرفوا لا البعرة ولا البعير لأنه إلا سكان الصحراء أو الأوائل القدامة إن اللي بيعرفوا هاي اللغة وهذا الحكي وهي الأمثلة وهي الدلائل وبيقلك اللي بيستدل بهذا المثل إنه هذه قالها الأعرابي والأعراب عندهم فطرة والفطرة يا لطيف شئة ذا زكية تصور إنه نحن نستدل بواحد ما عنده لا ثقافة ولا علم ولا فهم ولا شي بس أل عنده فطرة يا رجل الناس كلهم بين ولده متساوين بالزكاء ولكن الإنسان يحصل من الألم خلال سنين حياته والشيء الكثير هذا ما نقول هذا على الفطرة أما هذا كل ما حصل شيء أبدا كيف أنت عم تخاطب الناس اللي محصلين علم على هو اللي محصل الجهل إنه ما عمل شيء في حياته ولا تعلم شيء إنه هو على الفطرة خيوة للحقيقة وما هي الحقيقة التي قالها العرابي هاي اللي يضربوا فيها المثل هذا هذا العرابي قال سماء ذاته أبراج وأرض ذاته فجاج ألا يدل هذا على الخالق يا سيدي لا لا يدل على الخالق إنه الإيمان بالله إذا أنت شفت سماء وشفت سماء إلى أبراج وشفت أرض إلى فجاج يعني جبال ووديان هاي يسموه الفجاج ليه يدل على الخالق الخالق يدل عليه الشيء واحد أو الوصول إلى الخالق يدل عليه الشيء واحد هو الإيمان بالغيب في القرآن الكريم بيقولوا الذين يؤمنون بالغيب أو الذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني بما معنى أنه هن ما شافوك وقت اللي أنزل إليك ولكنهم آمنوا طبيعة الإيمان طبيعة غيبية فإذا بتقل لي إليك هاي السماء تدل على الخالق وإليك تدل على الخالق وقد تدل على عدى موجود الخالق فنحن ما لازم ندخل حالنا هن اللي يحاججوا بهذا الموضوع ما لازم ندخلوا حالهم بهاي المتاهة لأنه هلأ لقل المكتشف أنه ما في شيء اسمه سماء في شيء اسمه سديم فراغ هذا الفراغ أنت لما بتنظر له بتفكره سماء وهاي الأرض هي ليست مسطحة هي أرض كرة وهي جزء يشبه الحبة الرمل من صحراء لأنه قالوا في مليارات المجرات مو مليارات الكواكب مليارات المجرات مثل مجرة الشمسية وغيرها أو المجموعة الشمسية وغيرها في منها مليارات موجودة فإذا أنت مصر على أنك تثبت أنه في آلهة أو إله وتعبدوا وعبدوا بدون ما بدك ما بدك كل هاي التفاصيل يعني أنت عب تجي بتستدل بشيء مسطح على البارة تدل على البارة لأمر عظيم هو وجود الله الأمة العربية نحن أمتنا العربية الإسلامية يعني بتتباهى بشو أنه هذا على الفطرة بالفطرة بتتباهى بالجهل أيضا هل توجد أمي في العالم تتباهى بالجهل غير أمتنا بيئلك أفعالنا تزن أحلامنا تزن للجبال رزانة يعني يعني بتباهى هون بالعقل ويفوق جاهلنا فعال الجهلي أو تخالنا جنا إذا ما نجهلوا في بيتين واحدين واحدين الأحنف ابن قيس وأكسم ابن صيف هدول حكماء العرب في الجاهلية بأكتر اثنين حكماء في العرب الأحنف ابن قيس بيقول ما قلى سفهاء قوم إلا زلوا يعني القوم اللي ما فيهم سفهاء يعني نحن بدون سفهاء ما بيجوز نحن نعيش فنحن نتباهى بالجهل الفجور العلم في العصر الحديث صار له قيمة كبيرة يعني صار الناس يعني اللي عنده علم يقول والله أنا عندي ما شاء الله طلع عندي ثلاث شباب كلهم خرجين جامعات هيك صار هلأ يعني العصر الحديث في ناس صارت تباهى بالعلم وهذا شيء جيد جدا يعني لدرجة انه تصور كان في فخري البارودي هذا من زعماء البلد في الأربعينات والخمسينات في سوريا راح درس في باريس ورجع بعد ما رجع صارت وبرح الحيطان في حارته تعلم يا فتى فالجهل عار لمين عبي يقول هذا الكلام لناس يعتبروا العار فقط حصرا انه اذا في عندك امرأة في الليلة طبيعية يعني مارست حياتها الطبيعية عملت نفس الشي اللي بتباهوا فيه الجهال الجهال بتباهوا انه هو زير نساء انه والله عملوا رايح وجاي وعنده صاحبات وعنده قزا هذا بتباهى بالجهل تبع والجهل معناه انه هذا يسموه بالتركي يعني اللي بلحق نسوان او او ايو فهذا يتباهى نحن حتى في ناس بتقعد بتكذب فيه شباب كانوا يقعدوا يكذبوا يألفوا من عقلهم انه انا شفت فلاني ورحت واخدته كذا وايام اساؤلة سمعت البنات بقصة تجيب وصيرتهم انه انا هاي بتعرفني واي كذا ويكون هذا الكلام كذب اذا نحن نتباهى بهاي الفروسية بالفحولة بالما بعرف ايش واذا كان مرأة اي مرأة في العائلة عملت شيء تقتل لايش لانه يمس بالشرف يعني وذلك جلبت لعائلتها العار فتصور انه فخري البارودي يقول الجه العار وهذا قمة الروعة منه من فخري طبعا انتم بتعرفوا كان فخري البارودي في الاربعينات كان عنده في دمشق معهد موسيقى هو اللي اللي اطلق على صباح ابو قوس المطرب الكبير اطلق عليه لقب صباح فخري على اسمه فخري البارودي فيا سيدي الجه العار واللغة التي نستخدمها في اليوم يجب ان تكون مختلفة لسه قاعد في الو هذا بك سب واحد تقول له الرواي بضاء تعال ترجم له شو يعني الرواي بضاء اشتركوا في القناة